طيب تنس الطاولة في الإسماعيلية بلعبه في الإسماعيلية الفردي رجال وسيدات النادي الأهلي حقيقة وصل للأدوار النهائية كلها يمكن خلينا أقول لكم أن خلاص يعني من لحظات انتهت السيدات والرجال يمكن البيئة اللي يخد مركز أول النادي الأهلي مركز ثاني خارد عصر أهلي مركز ثالث شادي محمد أهلي يعني التلاتة الأوائل أهلي دي بطولة الجمهورية للفردي عندنا في السيدات هانا جودة صاحبة الخمستاشر سنة مركز أول مركز ثاني مريم الهضيبي أيضا النادي الأهلي عيدة إبراهيم مركز ثالث النادي الأهلي استحوذ على الثلاث مراكز والثلاث مدينة الأولى وعايز أقول لكم أن في السيدات الرابع كمان أو الرابعة كمان من نادي الأهلي يمكن لأهلي ثلاثة من أربعة طبعا التحدي نس الطاولة معتز عشور شخص يعني محترم جدا وشخص عملي ومرتب الراجل واخد إجراءات احترازية جديدة جدا 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 عشان ما يبقاش المباريات سبب من أسباب انتشار المرض بيئيس درجات الحرارة وتعقيم لكل الملعب مباراة بعد مباراة تباعد اجتماعي الدنيا في المستطع يعني الأخبار اللي جاينا من هناك أن الاتحاد التنس الطاولة الحقيقة بيقوم بدور كبير جدا جدا لتأمين الفرق والأدوات والكور الترابيزات كل ده بيتم تعقيمه من مباراة تانية بالإضافة للتباعد الاجتماعي اللي عامله اتحاد التنس حقيقة اتحاد تنس من أنشط الاتحادات ونتمنى ليه كل التوفيق